أستاذ مفيد أنا يعني أعرف أن حضرتك تبعت موضوع مريم مريم نعم كيف ترى هذه القضية؟ عندي أكتر من نقطة مش قادر أتخيل أن حد ياخد صفر كده بأمانة مش قادر تصور أن حد ياخد صفر صوت فهري نمرة اتنين أنا عايزة أن البنت اللي ما بشوفها أحس أنها موس مذاكرة بمعنى أدق صمامة من الطراز الأول أعرف أنت طبعا نمط الصمامين صحيح المصطلح الجديد بتاعجلنا أنه هو دححين اسمه؟ دححين ومفردها دحاح؟ دحاح أه دحاح يعني حريت يعني الله دحاح ده يعني عشان بس بنتبادل كده مصطلحات الأجيال أحيلو دحاح دحاح أه فهي من الدحاحين فهي دحاحة أه من الدحاحات صحيح جمع تكسير خطباتك أه مظبوط أنا أحس أنها استجدعتها لما مرحتش للبابا طاودروس ليه حبيتش تخش في حارة ضياءة صحيح كنتش أحب أنها تخش في حارة ضياءة تديش القضية بعد تاني تمام والحمد لله أنه نجانة على فكرة في أحيانا أشياء في المجتمع ما يجبش أنها خصوصا لما تبقى فردية رغم أني أؤمن بحق المواطنة قمة الإيمان لكن ما يجبش تكبر خدت من وقتنا كتير 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 في بعض الأحيان أنا أقول الله وحده يرى الحقيقة وبالتالي لابد من احترام قرار النائب العام على الجانب الآخر لو أن المسألة كان طلع فيها تزوير شوف كتال نتائج إيه اهتزاز ثقة في التربويين اهتزاز ثقة في الطب الشرعي اهتزاز ثقة في الوزير الرفعي كل هذه الأشياء كانت تعمل هزة كبيرة جدا في المجتمع طب ممكن نعمل ودخلة هنا يريتك هل هذه الأشياء لو ربطتها طرح حضرتك في البداية بأنه مش مقتنع بأنه حد يجيب صفر هل تعتقد حضرتك أنه ممكن تكون الأشياء دي كانت دوافع دفعت بأنه النتيجة تخرج بهذا الشكل اه ده صحيح ليه؟ في مقابل إقدار حق المواطن اه طبعا لأنه صفر غريب تعرف صفر يعني ايه؟ يعني حد ساب الورقة فاضية ورقة فاضية ما تكتبش فيها حرف تروح لكلمة وأشك أنه ما تكونش تكتب في الورق لازم هيكون تكتب كلام حتى لو كان كلام وأنا كنت تمنى أنه النائب العام يصدر قرار بإضافة طبيب نفسي كبير ليكون أحمد أوكاشا يدرس يقرف هل حقا من الممكن أنه الإنسان ييجي في لحظة من اللحظات أمام الورق بتاع السؤال ويجي يكتب قبالك من كلمة جاية تتيبس يا ده يعني أفهم من كده أن البنت يا رامي قعدت قدام الورقة عاملة كده والورقة بيضة بيضة وما حطتش نقطة حبر فيها آه شو ممكن طب إيه رأي حضرتك بقى التساول ده ممكن نسأله المريم